إذا طلعت شمس يوم عرفة التاسع من ذي الحجة سار الحاج من منا إلى عرفة ونزل بنمرة إلى وقت الظهر إن تيسر له وإلا فلا حرج عليه ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من وقوفه داخل حدودها فالحج عرفة ولا حج لمن وقف خارج حدودها وقد نصبت عليها علامات يجدها من يتطلبها فإذا زالت الشمس صل الظهر والعصر ركعتين ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم ثم يتفرغ للدعاء والذكر وقراءة القرآن ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء ففي الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومن وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال لتأخذوا عني مناسككم ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين ويبيت بمزدلفة ولا يحيي الليل بصلاة ولا بغيرها ففي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اتجع حتى طلع الفجر فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا بما أحب حتى ينكشف النهار جدا فإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه ولا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف